قصة اللي بعدها قصة رقم واحد وستين إخلاص سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما تعالوا نقرأ هذه القصة وهذا الحديث الذي يرويه لنا الإمام البخاري رضي الله عنه عن سيدنا أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن قال فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة دي بين سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا أبو الدرداء سيدنا أبو الدرداء اسمه عويمر بن قيس الأنصاري عويمر بن قيس الأنصاري وزوجته أم الدرداء اسمها خيرة بنت أبي حضرد الأسلمية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آخا بين سيدنا سلمان وبين سيدنا أبو الدرداء نعرفين أن سيدنا سلمان من فارس وسيدنا النبي أعطاه وسام وقال سلمان ومنا أهل البيت فسيدنا النبي آخى بينه وبين سيدنا أبي الدرداء كان فيه مؤاخى في بداية الهجرة من مكة للمدينة آخى النبي بين الصحابة كان بيؤاخي بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار زي ما حصل مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن الربيع إنما المؤاخى اللي هنا مكادش في بداية الهجرة تسيدنا النبي آخى بينهما مؤاخاة مواسات مؤاخاة مواسات يعني عشان يواسوا بعض وعشان يكونوا مع بعض وعشان سيدنا سلمان مالوش حد فيبقى أخوه سيدنا أبو الدرداء فسيدنا سلمان ذهب لزيارة أخيه أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة يعني متبذلة يعني لابس ثياب الخدمة والثياب البيت وليست لابسة ثيابة زينة لابسة البس عاديا اللي بتشتغل فيها في البيت وقيل في شرح الحديث أن هذا كان قبل فرض الحجاب قبل فرض الحجاب فقال لها ما شأنكي سيدنا سلمان بيسأل زوجة أخيه أبي الدرداء أم الدرداء بيقول لها أنت مالك يا أم الدرداء ما شأنكي فقالت أم الدرداء أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا هي يعني أم الدرداء منعها الحياء أنها تقول له إن أبو الدرداء لا يأتينا ولا يعاشرنا معاشرة الأزواج وإنه منهمك في العبادة ومنشغل عننا وعن أهل بيته فقالت هذه الكلمة وفيها إشارة إن أخاك ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فواجد سلمان فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم أبو الدرداء بقول لي سيدنا سلمان أنا صائم أنت كل فقال ما أنا بآكل حتى تأكل معي فأكل معه يبقى أفطر فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قام سيدنا أبو الدرداء عشان يصلي قيام الليل فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فنام فلما كان آخر الليل قام سلمان وقال له قم الآن فقام وصلي عليه لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقوله في القرآن الكريم يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن ترطيلا إنسان ينام في أول الليل ويقم في آخر الليل يصلي ويتهجد بين هذا الله قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مش تكون قائم طول الليل ولا نايم طول الليل خير الأمور أوسطها فقال له أم بآخر للفقاما فصليا وبعدين سيدنا سلمان هيد درسي بقى لسيدنا أبو الضرداء قال له إيه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا في بعض الروايات ولزوارك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا فتاني يوم ذاهبوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأبو الضرداء بقول لسيدنا النبي سلمان جاءني بالأمس وقال لي كذا وكذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وده فيه من قبه لسيدنا سلمان إن سيدنا النبي أعطاه هذا الوسام وقال صدق سلمان يعني سيدنا النبي الده الوسام وشرف أنه صادق فيما قال نتعلم من هذه القصة فضل قيام الليل نتعلم من هذه القصة أنه يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها وللرجل أن يتزين لزوجته ونتعلم من هذه القصة أيضا أن خير الأمور أوسطها وأحب العبادة إلى الله ما داوم عليها صاحبها وإن قلت وأن الدين الإسلامي ليس فيه تشدد وليس فيه رهبنة وليس فيه تنطع كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا كلمة وسطا من الوسط وهو القصد أي لا إفراط ولا تفريط نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين هروح فاصل وارجع لحضراتك تاني مع قصة جديدة من قصص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة